تذكر أول صلاة لك في المسجد الصلاة طبعا الحمد لله حنا نشأنا من يوم حنا صغار على الحرص على الصلاة وخاصة طبعا يمكنهم يتهاونوا شوي معنا بالفجر يعني شفقة الآباء حنا صغاري لكن ما أنسى أول صلاة صليتها يعني ما أقول إنه هي أول صلاة لكن من الصلاة اللي ما أنسى ذلك الموقف السريع اللطيف كان عندنا تشليح يعني قبل ما يجي قرار نقلهم بعيد عن المنطقة فكان عندنا تشليح وفيه رجل الله يغفر له إنسانه توفي وإن كانوا حي فإنه أسأل الله يطوله بعمره رجل سوداني ذهب أحمر أنا أسميه الذهب اسمه إبراهيم ما أنسى اسمه فجيت أنا وقعدت صلي الصلاة الحق الصغاريذي دايس ما أن الركوع للسجود وكل تكبرات يعني تعرف صلاة صغارين يعني العجلة وهو جالس كان مسجد نطيين وكان متكع على العمود وناظرة جيت بمشي وجي أمسك يدي أول ما سلمت بطلع أنا أنا قاضي عن إحنا الصلاة وجي أمسك يدي قال سعيد يجلس طبعا أنا ما أضبط لهجة أخواننا حبايبنا السودانيين قال لي اجلس يا ابني هو رجل كبير قال أنت تسلي المين قالت يا صلي ربي قال هذه صلاة توديها ربك يا سعيد تبغى ربي يحفظك وربي يسعدك أنا ما عجبتني الصلاة هذه أنا ما عجبتني الصلاة هذه إذا بغيت تسلي وبدأ يعطيني كلام وطلع خمس تريل وعطاني إياه في يدي ما أنساها وقال لي انتبه صلاتك ترى الصلاة لك أنا شفتك وصليت وراحت علي لكن ترى ربنا ما يتقبل هذه الصلاة إذا كانت باللخبطة هذه هذا الموقف لا أنساه والله لا يحرمه أجر تلك النقطة الجميلة واللفتة التربوية ولذلك كلنا يجب أن ننتبهل مثل هذه الأمور قد تكون كلمة وحدة تبني قيمة عند شاب أو عند يعني من أبنائنا وأنت ما تشعر وتحصد إن شاء الله أجرها مستقبلا بإذن الله